بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثامنة من مقرر وعنوان نتورك سيكيريتي ألرتس هنشوف في المحاضرة دي يا جماعة إزاي يتم تقييم الناتورك سيكيريتي ألرتس بداية هنبدأ نشوف الأول إيه يا طرى أنواع السيكيريتي ديتا أنواع الديتا دي عبارة عن إيه وكل نوع بيمثل إيه بالظبط بعد كده هنشوف مصدر الإنذارات اللي هي عمالة إتباعت دي من داخل الناتورك وآخر حاجة هنشوف بقى إزاي نقيم بقى الإنذارات زي بقى يتم تقييم الإنذارات دي أول حاجة هنتكلم عليها هي أنواع السيكيريتي ديتا تعالوا كده نتعرف عليها مع بعض ونشوف إيه هي الأنواع دي وبتمثل إيه بالظبط عندنا في الناتورك أول حاجة بنتكلم عليه هو الألرت ديتا يعني أصلا ألرت ألرت ببساطة جدا هو يعني إنذار يتم إرساله من أحد الأجهزة الموجودة عندك داخل الناتورك نتيجة إن حصل ماتشنج تمام ما بين الترافيك اللي معدية على هذا الجهاز تمام وما بين الرولز اللي هي أو القواعد أو اللي هي السيجنيتشرز الموجودة على الأجهزة دي وبنان عليه لازم الجهاز يبعث الإنذار ده يبدأ يفاير يعني نقول تمام يبدأ يقول إن بالفعل إن فيه حاجة بتحصل يبدأ يرسبونس تمام المفروض الألرت ديتا دي يبدأ يتم استقبالها على يعني أحد بقى الانترفيس تمام اللي هنا في الصورة بيبالينا اللي هي الابليكيشن اللي اسمها سجل دي اللي هي موجودة فيه أو تفتكروا الفيئم مياه إن شاء الله اللي احنا نشتغل عليها بعض اللابس الفيئم مياه التانية بقى اللي اسمها سيكيريتي إن تمام يبقى الأول بنعرف الألرت ديتا ده على إن هو ميسج الميسج دي حصل لها جينيريت عن طريق أحد الأجهزة اللي هي انستول تمام عندك فيه الناتورك زي مثلا اي بي اس اس زي اي دي اس اس تم إرسال هذه الرسالة كرسبونس للترافيك اللي بالفعل عملت فيوليت للرولز أو كسرت القواعد تمام أو عملت ماتشنج للسيجنيتشر مع أحد السيجنيتشر الموجودة على الأجهزة دي تمام بناء عليه لما يتم إرسال بقى الألرت ده أو الإنذار ده خلاص ويكون فيه اللي هو السوق أناليست تير وان أو المحلل بقى البيانات اللي بقى موجود في السوق يبدأ بقى يبص للألرتز اللي عملت اتباع الدين وبناء عليه يبدأ يقيمها لو بالفعل الألرتز المبعود ده هو بالفعل attack or not وهنشوف طبعا إزاي يتم عمل تقييم لهذه الإنذارات أو لهذه الألرتز جايبين طبعا مثال على أحد الـ Network Intrusion Detection System اللي هو التول اللي اسمها السنورط طبعا واحدة من أشهر التول زي يا جماعة اللي بتاكت از أو بتشتغل ازا Network Intrusion Detection System ودي في الحقيقة بتشتغل rule based تمام يعني ايه rule based rule based يعني بتبقى عليها مجموعة من الرولز عليها مجموعة من القواعد كده تمام حضرتك حطيتها بحيث ان الترافيك اللي هتعدي على الـ IDS لو حصل ما بين الترافيك اللي معدية والرولز او القواعد اللي انا حطيتها ديا يبدأ بالفعل يتبعتلي alert تمام اللي احنا بنسميه بقى ايه اللي احنا بنسميه الـ alert data واللي بالفعل يتم التعامل معه من قبل بقى اللي هو السوق analyst tier 1 او الـ cyber security analyst او اللي هو محلل البيانات الخاصة بـ security او الـ alert data دي الـ alert اللي بيحصل لها generate بالـ snort تمام بتبقى readable وصير شبل عن طريق زي ما قلتلك الـ application اللي اسمها سجل على الـ security union او application تانية بنسميها squared واللي اتنين دول انستولت زي ما اتفقنا على الـ VMI اللي اسمها security union تاني نوع من الـ data يا جماعة هنتكلم عليه ده بنسميه session data session data session data session data ديا session data ديا ببساطة جدا عبارة عن الـ conversation او تسجيل الـ conversation او المحادثة تمام؟ التي تمت بين احد طرفي الـ network او احد بانجهازه والاخر يعني موجود في الـ network اللي احنا بنسميه طبعا end point تمام؟ وبالتالي لو عندك two devices بيكومنيكيتو مع بعض بيتكلموا مع بعض فالـ record الخاص بالـ conversation ده تمام؟ ده اللي بنسميه session data اللي هي في الحقيقة يعني بتحتوي على يعني العديد بقى من الـ attributes يمكن بيجي على رأسها الـ five tables تمام؟ يعني ايه five tables؟ five tables هما ببساطة جدا خمسة برامترز تمام؟ بيمثلولي source with destination IP source with destination port number وكمان الـ IP code الخاص بالـ protocol الخمس حاجات دول بنسميهم five tables مش كده بس في الحقيقة من ضمنه برضو session data بيبقى ممكن حضرتك تلاقي مثلا حاجة زي session ID تمام؟ تلاقي مثلا amount of data اللي حصل لها transfer عن طريق source او عن طريق destination اللي هي طبعا related برضو session وكمان ورد انه هو يكون في session duration تمام؟ زي ما احنا شايفين فيه الشكل اللي قدامنا ده وده في الحقيقة جزء من يعني three HTTP sessions تمام؟ اتغضوا من الزيك وده احد التولز اللي هو برضو installed على security engine تمام؟ بحيث ان احنا نفهم منه ايه هو الـ session data data الـ session data data عبارة عن ايه بالزبط؟ ادي حضرتك المعلومات الموجودة في الـ session او التي تحتويها الـ session اللي بالفعل اتفتحت او تمت ما بين two end points مثلا say bc1 تمام؟ و bc2 في الـ network الخاصة بيه حضرتك يطرى بتحتوي على ايه الـ session data data او ايه هي الـ session data data بنقول وبنكرر تاني ان انت ممكن تلاقي حضرتك طبعا ده accounting بقى لطول اللي انت يعني هتستخدمها علشان تجمع لك الـ session data دي لكن لو احنا يعني اخدنا فيه الاعتبار الطول اللي احنا شغالين عليها دي يعني اللي هي الزيك هتلاقي جايبالك اول حاجة الـ time stamp ولو حضرتك لاحظت هتلاقي الـ time stamp ده عبارة عن رقمه ايه الرقم الغريب ده انا مش شايف هنا لا يوم ولا شهر ولا سنة ولا ساعة ولا داي ولا اي حاجة ايه هو ده time stamp ده بالفعل يا جماعة time stamp بس ده بنسميه 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 يونيكس اي بوك time stamp تمام؟ ايه حضرتك اليونيكس اي بوك ده ده time stamp يا جماعة خاص بالـ operating system اللي هو اليونيكس وفي الحقيقة بيتم عرضه عن طريق عرضك عدد السواني تمام؟ من تاريخ 1-1-1970 هو هو الفورمات بتاعه كده هو time stamp ده كده وبالتالي لو حضرتك مثلا مثلا كنت مثلا في تاريخ 2-4-20-20 يبقى بتشوف حضرتك من 2-2-20-20 من 1-1-1970 ل 2-2-20-20 ده فيهم كام ثانية ويتم عرض time stamp بعدد السواني اللي ما بين التاريخين دولي تمام؟ طبعا هنعرف بعد كده ان شاء الله ان احنا احد طبعا اهم التولز اللي هي نستود فيه السوك بتعمل حاجة اسمها data normalization عن طريق ان هي بتاخد اليونيكس time stamp ده تمام؟ تحوله لي human readable اللي هو مكتوب بقى فيه بقى ال day بقى والشهر والسنة واللي انت تقدر تقراه وتتعامل معه وبالتالي ما عندكش مشكلة خالص هيبقى عندك tools تقدر تعمل normalization tools تقدر تتحول Epoch اوريليانكس Epoch ده الى human readable time stamp تمام ال session data بتتضمن ال session ID تمام؟ بتتضمن يا جماعة ال five tools اللي هو زي ايه قلنا source IP source port destination IP destination port وكمان البرتوكول تمام؟ بتتضمن كمان service اللي حضرتك شغال عليها احنا اتفقنا ان دول three sessions من ال http فتلاقي service بتاعت حضرتك http تمام؟ تتضمن كمان ال data اللي حصل لها transfer سواء من ال source عن طريق او عن طريق ال a destination طبعا هو انا جايب هالي بالpites و جايب هالي بالpickets دي طبعا كلها بنسميها ال session data او المعلومات التي تحتويها ال session اللي هي اتفتحة مبيل two end points في ال network الخاصة بحضرتك ثالث نوع من ال data بنتكلم عليه اسمه trans action data تترى ايه trans action data ده؟ trans action data ده ببساطة جدا عبارة عن messages بقى عبارة عن الرسائل خلاص؟ اللي حصل لها exchange او اللي هي تم تبادلها مبين ال two end points او مبين ال source و destination ده تمام؟ يعني لما ال pc ده او لما السورس ده بدأ بالفعل يكومنيكيت مع السيرفر يطرى ايه هي الرسائل ايه هي المسجز اللي اتبعتت مثلا من السورس لل destination زي ايه؟ زي على سبيل المثال المثلا ال get ادي ال get message ايه خلاص؟ وليكن مثلا السيرفر ده ويب سيرفر ويهه ال client ده عاوز يجب slash home slash index.html وبالتالي بيبعت ال request ده عن طريق المسج اللي اسمها get للسيرفر علشان السيرفر ال response عليه او يرد عليه بالمفروض الصفحة اللي ال client ده عاوزه تمام؟ فزي ما حضرتك شايف ادي ده بنسميه transaction data تمام؟ وده بيمثل الطلب والرد على الطلب ال request وال reply تمام؟ اللي المفروض بقى زي ما قلتلك لو client ب access server او يعني على حسب الترانس اكشن data الموجودة في ال ناتورك بتاعتي ال session بيقولك might include the downloading of the content من الويب سيرفر زي ما حضرتك شايف كده في الايه في المنظر اللي قدامنا ده تمام؟ فبيجيب لك طبعا ادي هوا ادي مثلا سيل اي بي ادرس والن يوزر بعد كده ال get و المسج اللي حضرتك او الصفحة اللي حقك تطلبها وطبعا ال status code بتاع ال HTTP ده لو تفتكر اللي هو ميتين اوكيه ان بالفعل الصفحة او السيرفر رد عليك سكسسفلي وقدر ال client يلود ايه الصفحة اللي هو عاوزها نيجي ليه النوع التالت من السكيريتي ده ونتكلم على ال full packet capture full packet capture ده يا جماعة لو تفتكروا كنا تكلمنا قبل كده مين التول يا ترى اللي بتعمله على الاول معرف يعني اصلا full packet capture full packet capture هو most detailed network data اللي حصل لها collect تمام كل بقى التفاصيل ال network او تفاصيل ال traffic تمام لان احنا بنسميها full packet capture full packet capture يعني ايه يعني عملت capture او قدرت انزل او قدرت ادول او قدرت احمل كل ال data اللي حصلت في ال session كل ال traffic بما تحتويها بقى من content كده يعني مثلا لو فيه مثلا say text file او email message او مثلا html page او تقدر تنزل الفايل دين او تقدر تشوفه بالفعل تقدر تشوفه تمام طبعا اللي بيقدر يعمل الكلام ده طول زي الوارشارك تمام وطبعا كل اتكلمنا قبل كده يعني على الوارشارك وقلنا ده ال graphical user interface او ال tcb dump tcb dump هو الايه هو ال CLI based من الوارشارك يا جماعة هو ال CLI based هو اللي بالفعل في ال real time يقدر يكابشر ال data اللي اتبعتت من source ال destination ويجيب لك كمان ايه محتوى ال traffic دي كانت عبارة عن ايه بالزبط كمام بيقول لنا ان ال extracted content دي ممكن تكون بقى عبارة عن files عبارة عن مثلا malware ما هو وارد حضرتك ما انا خلي بالك هو انا ليه بكابشر ال traffic دي وارد ياسيد ان هو يكون فيها فايل ولا حاجة والفايل ده انا شاكك ان هو malware ان هو مثلا برنامج خبيث ولا حاجة اوكي وبالتالي لما انا اقدر extract او اخرج الفايل من ال wire shark او من tcb dump اقدر اخذ الفايل ده بقى اوكي واروح ابعته لساند بوكس تمام بحيث ان هو يقدر يعمله malware analysis تمام يقدر بقى ايه يعمله ويشوف لو كان بالفعل الفايل ده هو malicious file ولا ما فيهوش فايل ما فيهوش مشكلة خالصة تمام طبعا الفجر اللي قدامنا ده لو حضرتك بصت له كده من بعيد ومبصتش بس مبصتش في التفاصيل ما دققتش في التفاصيل هيتهيقلك ان هو وارشارك هو في الحقيقة مش وارشارك تمام ومال ايه ده ده احنا بنسميه Cisco NAM او Cisco Network Analysis Monitor ممكن حد يقول لي ايه ده ده بالظبط ده هو بالظبط الوارشارك اقولك بالفعل نفس الانترفيس بالظبط حتى بنفس التجزاءة بتاعت الشاشة تمام او بتاعت الويندو او بتاعت النفيزة دي بالظبط شبه الوارشارك بالفعل تمام لكن في الحقيقة ده بنسميه نام باكت اناليزر او ناتورك اناليسيز مونتور ودي ان سيسكو طول عاملاها شبه بالظبط الوارشارك بحس ان انت تقدر تستخدمها برضو علشان تعمل فول باكت كابيشور بعد كده بنروح نتكلم على الستاتيستيكال ديتا يعني ايه حضرتك استاتيستيكال ديتا واضح جدا انها يعني من اسمها بتتكلم على استاتيستيكس تمام وبالتالي الاستاتيستيكال ديتا دي بتكون عن الناتورك ترافيك اللي هي المفروض كرييتد من الاناليسيز اوف اذر فورمس اوف ناتورك ديتا تمام يعني انا اخدت داتا من الناتورك تمام بدأت اعمل عليها اناليسيز طلعت استاتيستيكس تمام طلعت احصائيات تمام خلي بالك الاستاتيستيكس دي او الاحصائيات دي ممكن حضرتك تستخدمها علشان تعمل كاتيجرايزيشن للنورمال ترافيك او النورمال امونت اوف فارييشن الناتورك ترافيك لو تفتكر تمام كنا تكلمنا قبل كده على حاجة اسمها ايه على حاجة اسمها انوميلي ديتاكشن تمام يعني ايه حضرتك انوميلي ديتاكشن قلتلك ببساطة جدا عن طريق machine learning تمام او whatever ايه اللي هتستخدمه بنعمل حاجة اسمها ايه بنعمل حاجة اسمها profiling للناتورك تمام يعني ايه حضرتك انك بتعمل profiling للناتورك بنعمل profiling للناتورك ناتورك يعني بسجل كل يعني كبيرة وصغيرة بتحصل في الناتورك في الوضع العادي في الوضع الطبيعي تمام وايه بنسميه او بنسميه هو ده بتاعي هو ده الوضع الطبيعي اوكي يبقى انا قدرت اسجل اعمل بروفايلينج للنتورك وبنقان عليه قدرت اسجل حالة الناتورك في الوضع العادي من غير ما يكون عندي اي اتاك او اي مليشيس اكتيفتي او اي حاجة بعد ما ما بالفعل قمت بتسجيل ال 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 او قمت بتسجيل ال 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 او 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 عملت بروفايلينج تمام اي بقى تعدي مش طبيعية خلاص عن طريق اقدر اقول او والله ده 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 ما كانش مفتوحة بالتالي اقدر ان فيه بالفعل مشكلة بتحصل تمام يعني تخيل كده معايا الصورة اللي قدامنا دي خلاص ده طبعا يعلي ده اجزام، ليه. کوش جناتف تريد اناليتيكس كاما ليه المفروض بتستخدم الاستيستيكال اناليسيس تعالوا كده تخيل معايا ان انا بالفعل كنت عامل ومسجل كل البيهيفير بتاعت النتور. خلاص. ولقيت احد الاجهزة بيكومينيكيت مع بورت مثلا ثلاثة اربعات اللي عمري ما شفته او ما سجلته عندي في النتور. تمام? وبالتالي عن طريق الانيميلي ديتكشن هقدر ادتكت ان فيه بورت اول مرة البورت ده حد من المستخدمين اللي موجودين عندي من الانترنال يوزر يفتح البورت ده ويتعامل معه. تمام? ساعتها لأ هابدأ اوقف الكنيكشن ديا. هابدأ اوقف الترافيج ديا. وابدأ اعمل واناليسيز واشوف هو ازاي الجهاز ده او ايه الغرض ان الجهاز ده راح يفتح البورت الغريب ده. ساعتها طبعا هقدر ببساطة جدا ان فيه حاجة غريبة بتحصل. ان فيه بتحصل وطبعا ساعتها اقدر اوقفها. الجزء التاني فيه المحاضرة بنتكلم فيه على السورسس اوف الارتس او المصادر بقى الخاصة به الالارتس او الالارنز اللي عمالة تجيلي. وبالتالي هنتكلم يا جماعة على السيكيريتي انيين. ايه السيكيريتي انيين ديا؟ سيكيريتي انيين زي ما انا قلت في اول المحاضرة ان انت بتتكلم على فيرشوال ماشين. اللي انا بقول كده لان انا حضرتك المستمى بتاع السيكيريتي انيين ده قلناه قبل كده بس واحنا بنتكلم على ابروتش قلناه في السيكيريتي اسمه الديفينس ان ديبس افكر حضرتك بيه مرة تانية ديفينس ان ديبس ده اللي فيه كنا بنقسم الناتورك بتاعت حضرتك لأكتر من لير ونحط سيكيريتي ديفايس على كل لير من الليرز دي بحيث ان احنا نسيكيور الناتورك تمام بطريقة افضل وقلنا عملنا او شبهنا الديفينس ان ديبس ابروتش او او اللي هي الليرد ابروتش بي السيكيريتي انيين على الاعتبار طبعا ان هي البصرة لو حضرتك اخدت قطاع عرضي فيها وبسيط بالفعل للهارت او للقلب بتاع البصرة هتلاقيه محاط بمجموعة من الليرز تمام اللي هي بالزبط شبيهة بالابروتش اللي احنا بنسميه الديفينس ان ديبس هنا كلامنا مش على الديفينس ان ديبس مش على الليرد ناتورك ديفينس لا حضرتك احنا بنقصد حاجة تانية خالص السيكيريتي انيين هنا ديان فيرشوال ماشين تمام ديان في امايا ده هوست ده اوبريتنج سيستم في الحقيقة اوبن سورس تمام سيسكو بالتعاون مع رايفربيد احد الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة الامريكية تمام جهزوا البي امايا ديان بحيث ان هي تشتغل ازا ناتورك سيكيريتي مونوترينج عن طريق مجموعة من التولز بريق نستولد عليها تمام? تمام والفي ام ديان او الماشين ديان بتران على اوبونتو لينكس اه 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 ديستربيوشن تبقى ودي بالمناسبة ان شاء الله اه 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 لكل الناس اللي عملت اكاونتز اه 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 تقدر تدخل بنفس الاكاونت بتاعها هتداولود الفي ام اي بتاع السيكيريتي انيين ديان وتعمل لها امبورت بالظبط زي ما عملنا قبل كده مع السايبر اوبس ووركستيشن يا ترى التولز الموجودة على السكيرت انين دي هتعمل لي ايه في الحقيقة هتعمل لي ثلاث مهام اساسية او رئيسية اللي هما اول حاجة تقدر تعمل تمام تاني حاجة عندها وكمان عندها وبالتالي تقدر بالفعل تستخدم بالتولز اللي عليها علشان تعمل الاناليسيز للنتورك ترافيك وبناء عليه نتعرف طبعا على لو فيه اي حاجة مليشيز في النتورك ونقدر كمان اللي عملت اتبعت لنا على التولز اللي هي المفروض على السكيريتي انين يا جماعة تقدر حضرتك تعمل لها ازا ستاند او تقدر تعمل لها ازا سنسور او على سيرفر بلادفورم عادي ينفيش مفكلة وبالمناسبة هي اوبن سورس يعني حضرتك تقدر حتى لو ما عندكش اكاونت على سيسكو تقدر تروح تسيرش عليها وتعمل لها دا واللود وتستخدمها عادي جدا بدون اي مشاكل ادي حضرتك الاركتكشور او البناء الخاص بالسكيريتي انين بتحتوي على ايه السكيريتي انين في الحقيقة بتحتوي على يعني بعض التولز تمام اللي تقدر حضرتك استخدمها علشان تديتكت لو فيه اي في الداة اللي هي اللي تجمعت دي وبالتالي كل الداة الموجودة عندك في الناتورك بقى اللي هي ايه اللي هي زي البي كابس الهوستولوجز الاليرت داتا الكنتينت داتا كل الداة دي بيحصل لها فيدنج لسكيريتي انين السكيريتي انين عندها مجموعة من بتقدر تديتكت لو كان فيه اي داتا من الداتا دي او فيها اي مشاكل تمام? زي اي داتا دي ديا زي الكابمي السنورت الزيك او البرو الاوسك الوازع وكمان السوري كادا السكيريتي انين عندها كمان مجموعة من الاناليسز تولز كمان تشمل ايه السجول اهيا ده الكنسول اللي انت كنت لسه شافه من شوية اللي هو بيجمع لك كل الاليرتز اللي سكيريتي ديفايسز اه 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 بعتتها عنده كمان وعنده كمان وعنده كمان وعنده كمان احد الكمبوننت الخاصة بيه الالكي تمام ايه الايه اللي كيه حضرتك ده ده واحد من اشهر السم سلوشنز اللي بيستخدمه اللي بيستخدمه في السوق على نراجع مع بعض بعض الموجودة على واللي بنستخدمها بالفعل علشان نكولكت الاليرت داتا زي ما سبق وعرفنا ايه هو الاليرت داتا اول طول بنتكلم عليها طول اسمها كاب مي تمام والطول دي يعني يا جماعة هي ويب ابليكيشن طول تمام بتخلي حضرتك تشوف البي كاب ترانس كريبت ايه يا فاندي من البي كاب ده ده حضرتك الباكت كابتشر فايل ده ده الفايل اللي حصله من التي سي بي فلو تمام او الزي كتول او طبعا الوير شارك او كل طبعا الفايلز اللي هي اه 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 حضرتك عملت لها كابتشر يوزنج الوير شارك هيبقى الاكستنشن بتاعها اصلا او امتدادها ضد بي كاب فايل تقدر حضرتك بقى تشوف البي كاب فايل تمام ثرو الويب ابليكيشن عن طريق طبعا الايه الكاب مي تاني بنتكلم عليها اللي هي اللي سنورت واللي سنورت دي في الحقيقة بتاكت ازا نيدز يعني ايه نيدز حضرتك يعني ناتورك انتروجين بتكشن سيستم تمام وبالتالي وبالتالي وزي ما انا قلت لك من شوية النتس دي او اللي سنورت بيشتغل رول بيزد يعني ايه حضرتك رول بيزد رول بيزد يعني فيه مجموعة من الروز على التول دي بحيث ان لو ترافيك عدت على الترافيك دي بتماتش الرول اللي انا قريدي حاطيتها على يبدأ يبعد لي يبدأ يبعد لي الانذار اللي هيبعده ده وابدأ انا اتعامل معا خلاص يبقى اول عندنا في اللي هو واحد شوف انا عندي كام نيدز تاني نيدز بنسميه الزيك وده في بالمناسبة كان كان قديما اسمه برو تمام ايه الفرق حضرتك ما بين والزيك الفرق فيه اللي كل واحد منه مشغل بيه الزيك حضرتك بيشتغل ايه بيشتغل البيهيفير بيزد ابروتش علشان يديتكت تمام لو كان فيه مليشيس اكتيفيتي ولا لأ هروح اقول تالت نوع من النتس اللي احنا بنسميه سوريكاتا تمام والنوع ده بيشتغل يبقى ادي التلات انواع يبقى قولنا هو السنورت ده رول بيزد الزيك ده بيهيفير بيزد السوريكاتا ده تمام بالمناسبة السوريكاتا دي التول دي بتقدر كمان تشتغل ازا يعني ينفع تبقى نتس وينفع تبقى تبقى بالفعل سيسكو شغلت على ال اس على ال 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 على ال الخاصة بيها ازا اي دي اس احنا عندنا هنا تول دي دي على وبتشتغل ازا سيستم. طيب عاوزين برضو عن اللي برضو موجودة على زي ما احنا قلنا عاوزين نعرف ايه هي قلنا دي يا جماعة اول بنتكلم عليها اللي هي السجل تمام والطول دي انهو جاست عبارة عن كونسول بيجمع لك حضرتك علشان تعمل لها علشان تبدأ تفحصها انت كمين انت كسوك انا انت كراجل محل البيانات في السوك خلاص بتبقى عاوز شاشة تجمع لك كل اللي عملت اتبعت لك من الجهزة الموجودة عندك في الناتر وبناء عليه تبدأ تقيم انت دي شو بالفعل هي صحيحة ام لا من التولز برضو المهمة جدا عندنا في ومن اهم طبعا الاناليسيس تولز اللي هي الكيبانا تمام والكيبانا دي يا جماعة قلتلكم احد الكمبوننت الخاصة بي الايه اللي كي سيم سولوشن تمام ايه اللي كي ستاندس فور الاستيك سيرش لوجستاش وكيبانا وبالتالي ده الكمبوننت التالت بالفعل تمام وانا عليه بنقول الكيبانا ده بالفعل هو انتر اكتف داش بورد انترفيس ليه الاستيك سيرش داتا هو اللي انا لسه ايه من شوية تمام بيفولو طبعا الكيبانا ده بيبقى عبارة عن ايه يا جماعة بيبقى عبارة عن جرافيك الوزر انترفيس وبالمناسبة بيتفتح على الويب يعني كأن حضرتك فاتح كده ايه كأن حضرتك كده فاتح ووب سايت طبعا بيعمل لك فيجوالايزيشن لكل الداتا اللي حضرتك هتبحث عنها بقى في الاستيك سيرش وتبدأ تجمعها تمام ولازم حضرتك تكون عارف ان انت تقدر تنتقل تعمل من السجل مباشرة الى الكيبانا بحيس ان انت تقدر تشوف مور دي تيلز عن الاخداث او عن الايفنس او عن الالارمز اللي عملت اتبعت لك على السجل الوير شارك طبعا فول باكت كابتشر ابليكيشن في انسطولد على السكيريتي انيين انتجريتد مع السكيريتي انيين سويت تقدر حضرتك تنتقل برضو من السجل مباشرة برضو ليه الوير شارك تمام واقتفقنا ان حداك ممكن تستخدمه علشان تدسبيلي فول باكت كابتشر داتا طبعا وبنفكرك بالفرجن الى منه اللي هو التي سي بي ضمب نفس الايه نفس الوظيفة طبعا نفس الفونكشناليتي الزيك ده ناتورك ترافيك اناليزر تمام برضو دي قدر تستخدمه في السكيريتي منوتر بيينسبكت الترافيك الخاصة بيه الناتورك وكمان بيخلي حضرتك تقدر تعمل اندبث اناليزز للداتا دي يعني مش بس الكيبانا لأ ممكن حقاك تعملها برضو عن طريق ايه عن طريق الزيك تمام وزي ما قلنا مع الكيبانا ومع الوير شارك برضو حضرتك تقدر تعمل بي فوتينج تقدر تنتقل من السجل مباشرة الى الزيك بحس ان انت تاكسس بقى الترانس اكشن لوجز والفايل كونتينت وتقدر تشوف الترافيك بالتفصيل وتعمل الاناليزز اللي حضرتك عاوزه اليرت جينيريشن يبقى اتفقنا على ان السيكيريتي اليرت ده عبارة عن نوتوفيكيشن ماسيج تمام حصل لها جينيريشن عن طريق احد الان اس ام تولز او الناتورك سيكيريتي مونيترينج تولز تمام واللي بتخبر السيكيريتي تيم ان فيه مشكلة دلوقتي بتحصل ويجب التدخل والتعامل معاها اتفقنا ان في السيكيريتي انين السيجل او السيجول هو دا الكنسول اللي بييانتجريد كل ال otro wymang الكو mundي من كل المصادر الموجودة عندك في ناتورك تمام طبعا المفروض السايبر سيكيريتي اناليست او السيكيريتي اناليست تير وان تمام هو اللي بيبدأ بالفعل يشتغل على الkeitس ديا بيبدأ يعمل فحص بيبدأ يعمل بيبدأ يعمل بيبدأ يعمل بيبدأ يعمل الاسكيليتنج Mitch gent الاليرتس الموجودة على السجل. من ضمن المعلومات المهمة اللي حضرتك بتلاقيها في الاليرتس ديان على السجل الفايف طابلز تمام? اللي قلتلك من شوية بصوت بيمثلك السورس اي بي سورس بورت ديستينيشن اي بي ديستينيشن بورت وكمان الاي بي بروتوكول نمبر. هادي يا جماعة السجل هو زي ما حضرتك شايفه كده في الفجر تمام? ده سكرينشوت منه موجود طبعا على السكيريتي انين. ويا تعالى نقول بقى بالتفصيل ايه هي كل او كل اللي حضرتك شايفه في الويندو دي الخاصة بالسجل تمام? طبعا ان شاء الله بفكرك ان احنا خلال الحلقة النقاشية بازن الله هنفتح مع بعض طبعا واحنا بنعمل الاكتيفيتز او احنا بنعمل اللابس هنفتح مع بعض السكيريتي انين ونشوف طبعا الكلام ده لايف ان شاء الله على السكيريتي انين. ايه ترى السجل ده بتكون من ايه بالزبط? اول كولوم يا جماعة في السجل اللي هو اسمه اسي تي ده تمام? ده بيشير الى الستيتس. تمام? ايه بقى حضرتك? الستيتس اف ده اف. يعني ايه? يعني يعني الكاتيجري اف الالرت ده. يعني يعني عاز اقول له حضرتك مدى خطورة الالرت اولوياته ايه بالزبط? وبيبقى بالمناسبة كالر كودي بيبقى ليه لون معين. بيبقى متكود بلون. بحيث ان انت بمجرد ما تشوف اللون ده تعرف درجة خطورة الانزار ده ايه بالزبط وبالتالي تقدر تتعامل معه. خلاص? خلينا نقول ان احنا عندنا اربع مستويات. اللي هم عبارة عن ايه? فيري لو ولو وميديم وهاي. تمام? الوانهم بتتدرج من الاصفر الفاتح للفي لو. الاصفر الغامق لللو. اللون البرتقالي للميديم واللون الاحمر ليه الهاي? تمام? وبالتالي نفهم من كده ان انا اول ما لاقي اليرت جايلي انزار جايلي على السجل. ولاي الستيتس كود بتاعه اولونه احمر اولونه رد ده خطير جدا. ده ابدأ حضرتك اتعامل معاه مباشرة. تمام? تاني كولوم بنتكلم عليه اللي هو الكاونت. والكولوم ده يا جماعة بيجيب لحضرتك عدد او عدد مرات التكرار الايفنت ده اللي هو جاي من نفس السورس رايح لنفس الديستنيشن. عشان كده لما حضرتك تلاقي تلاتة ولا خانسة ولا عشرين ولا مية ولا الف. تعرف ان الايفنت ده تكرر العدد المرات دي وده بالمناسبة جاي من نفس السورس رايح لنفس الديستنيشن. سنسور ده بيمثلك طبعا الجهاز اللي هو بالفعل بعت لك الالرت ده. بعت الانزار ده. تمام? ده بنسميه ايه? بنسميه السنسور. اوكي? وتقدر يا جماعة تنزل تحت كده على تابة اسمها ايجنت ستيتس. تمام? تعرف هو السنسور ده عبارة عن ايه بالزبط? هو ده سنورت ولا ده عبارة عن ايه بالزبط? تمام? طيب نكمل بعد كده ايه حضرتك الالرت اي ده? الالرت اي ده ده لو حضرتك لاحظت هتلاقي فيه كده رقم صغير ضد رقم كبير. تمام? الرقم الصغير ده بيشير الى الاي دي الخاص بالسنسور نفسه. الجهاز اللي هو عمل دي تاكت للترافيك والماليشيز ترافيك وبعت لك الالرت. تمام? طيب الرقم الكبير. الرقم الكبير بيشير الى الى اجمالي او 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 كل الى الى اصدارها السنسور ده. هما عددهم اديه هما الف هما خمسة مية هما ستة مية هما طبعا الحسب الرقم الايه اللي بعد الرقم الصغير. بعد كده حضرتك بتلاقي التايم ستامب ادي الديت والتايم بعد كده ادي الفايف طابلز. تاني بنقول سورس اي بي سورس بورت دستنيشن اي بي دستنيشن بورت وكمان بورت واخر عمود ده بيمسلك الايه الايفنت ماسج اوكي او الرسالة اللي حضرتك بقى بتبدأ تقاراها وتتعامل معه الايفنت ده. يبقى اتفقنا يا جماعة ان ناتج وجود رول معينة على السنسور وحصل مااتشنج ما بين الترافيك اللي هتعدي على الجهاز ده على الرول ده. والرول نفسها فجاء يعني لو تخيلت هنا هنا كده حضرتك فيه سنورت مسلا. خلاص طيب هادي الرول الموجود على سنورت. حصل ما بين الترافيك اللي معدية والرول دي خلاص اتبعت اهو والالرت ده ظهر لي على السجن. والمناسبة لو ارجع خطوة كده شايف حضرتك الموجودين على السجن لو انت علمت على شو رول الرول هتظهر لك هنا. ما كان علمت الاتفهام دي لو علمت حضرتك على شو باكت داتا كل المعلومات بتاعت الباكت هتظهر لك في المستطيل الاحمر اللي انا معلم لك عليه ده. تمام? بعد كده هنروح للسنورت رول استراكشن. السنورت رول يا جماعة هنتعرف عليها بس. الحقيقة بتتكون من خلاص. الاولاني ده يمثلك الهيدر. والسيكشن اللي هو البلون الاخدر ده. بنسميه رول اوبشنز. الجزء اللي الازرق ده اللي هو الرط اي بي اني اني. وبعد كده الديريكشن اني اني ده بنسميه رول هيدر. والجزء اللي بالاخدر ده بنسميه رول اوبشنز. والجزء الاخير اللي تحت ده. ده يا جماعة مكان وجود الروز دي على السكيريتي انيان. تمام? يا طرق الرول دي موجودة فين بالزبط على السكيريتي انيان. اول حاجة ده بيبقى عبارة عن يا جماعة. طب هو مفيش بس لقى حضرتك فيه وفيه كمان بعد كده اللي هو بيمسي اللي هنا بعد كده طبعا بيجيب لي بعد كده ادي التجاه الفلو او الدياريكشن بتاع الفلو والديستينيشن برضو هيجيب لي وهيجيب لي كمان الجزء التاني من بيبقى واول حاجة في يا جماعة بيجي لي مصدر ده هو منين بالزبط الرول ديا جاية منين? وفي الحقيقة عندي طلت مصادر ليه يا اما جي بي ال يا اما اي تي يا اما في ار تي. تمام? الجي بي ال ده ده الاولدر اه سنورت رول ديا كرييتد باي سورس اه اه فاير وطبعا دستريبيتد اندر جي بي ال فيرجن اه تو ونوت سيسكو تالوس سيرتيفايد. تمام? تقدر طبعا حضرتك ده اولود الجي بي ال من اللي سنورت ويب سايت اللي هو اللي هو اللي سنورت دوت او ج موب دوت او ج موب مباشرة على السيكريتي اي 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 ديا ستاندس فور اميرجينج ثراتس تمام? وديا طبعا برضو مجموعة من اللي سنورت اه 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 رولز تمام? اه عندها طبعا مجموعة من وزي ما حضرتكم عارفين ان الاميرجينج ثريتس ده ده اصلا ديفيجين من البروف فارت هو برضو اه بيظهر في اول حاجة العلام اللي هي او الحرفين اللي هما تالت اه اه سورس للرول بنسميه وده بالمناسبة هو الايه السيسكو تالوس رولز تمام? ده اللي بينزل من على سيسكو تالوس اكوردنج طبعا حضرتك مثلا لو معك فور فري تقدر تنزل لمدة تلاتين يوم الروولز ديان طبعا لو حضرتك عملت طبعا سيسكريبشن وتقدر تاخد طبعا كل الروولز ديان من على السيسكو تالوس او اي كاستمر طبعا. يا ترى ايه الاوبشنس? الاوبشنس بقى بيجيب لك المسج نفسها وده يا جماعة تكست ديان الرسالة اللي لو حضرتك تفتكر كانت بتمثلك اخر عمود في السجن. بعد كده اجيب لك بقى في مسلا الكونتينت ده بيقول لك بيريفير الكونتينت الخاص بيه الباكت يعني عاوز يقول لحضرتك الالرت اللي هيتبعت ده المفروض هيبص على فين بالزبط في الباكت يعني مسلا المسال اللي قدامنا ده انكيس ان الترافك اللي معدية حضرتك شفت فيها كلمة روت فانا بقول له هنا لو ظهر الليترال تيكست يو اي دي زيرو روت فاي مكان في الباكت ابدأ ابعت الايه ابدأ ابعت الايه الالرت. الرفرنس ده عادة بيكون موجود برضو في الاوبشن وده بيبقى غالبا لينك او يو ار ايل بيدي لك تفاصيل اكتر عن الرول كمام. الكلس طيب ده الكاتيجري اف اتاك الخاص طبعا بالرول دي ين. الاس اي دي ده عبارة عن ايدنتفاير للنوميرك اندفاير للرول وده طبعا بيبقى يونيك. والرف ده بيبقى برضو الريفيشن الخاص بالرول. وبيبقى الاس اي دي او اليونيك نوميرك ايدنتفاير الخاص بالرول. دي الاخر حاجة هتقولها في المحاضرة ازاي بقى يتم تقييم الالرت ازاي. تمام? اتفاقنا ان حضرتك على مستوى السيكيريتي انيين تقدر تعمل او تنتقل من السجل لاي طول تانية. زي مثلا تنتقل من السجل للكيبانة. تنتقل من السجل للزيك. تنتقل من السجل الليه الويرشارك. تمام? وبالتالي يقدر بقى اللي هو التير وان سايبر سيكيريتي اناليست. محل البيانات اللي هو في اول لير ده يشتغل على الالرتز دي. يعني اللي جياله على السجل وينتقل من السجل لاي طول تانية فور مور انفستيشن. اناليسس. افاليويتينج اه 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 طبعا الالرتز يا جماعة بيبقى ليها اه اه كلاسي فيكييشنس اكوردنج بقى الالرت ده صح او لا لأة. عندي في الحقيقة اه 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 تو classifications الاول اللي هم اه اه بوزوتيف و اه اه فولس وعندي اللي هما اللي هما اللي نفهم كده بالراحة هو ايه الفرق ما بين اللي اربعة? تعالوا نتفق على ان كلمة بيريفير ان فيه اتبعت. تمام? وبالتالي كلمة بترفير ان ما فيش تمام? طيب كلمة فيه وترو فده بالزبط ده ده بالزبط فيه فيه اتاك بيحصل. طيب فيه وده فولس. لا يبقى ده تمام? مش اتاك ولا حاجة ده كان متحيق له ان ده وهو ما طلعش اتاك ولا حاجة. خلاص? طيب. بالنسبة ليه النيجاتف? مفيش وده ترو ده الوضع الطبيعي ان انا معدية ترافيك والترافيك دي مش مليشوس ولا حاجة فمش هيبعتلي اي تمام? طيب لو فولس دي بقى المشكلة الكبيرة. مشكلة كبيرة ليه? معنى الفولس نيجاتف حضرتك ان فيه اتاك بالفعل حصل ان فيه حصلت. بدون الموجودة عندك في الناتورك تديتاكت الكلام ده. وده طبعا هيسبب لك مشكلة كبيرة في الناتورك لان عادة بيبقى الاتاك نجح. يبقى بنقول باختصار ان كلمة تاني بترفير ان فيه لما يبقى ده بالفعل لما يبقى فولس يبقى ما فيش اي ولا حاجة. كلمة بترفير بالفعل ان ما فيش اي تمام? ما فيش اي وده فبالتالي ده الوضع الطبيعي ما فيش اي ولا حاجة. تمام? ما فيش وده غلط وده للأسف فيه ديا للأسف يعني الاتاك كده حصل. عشان كده بنقول ان ده مرغوب فيه. لا ده حضرتك ده غير مرغوب فيه. ويجب على او فريق العمل اللي هو بيعمل فاين تيوننج للروز الموجودة على ان هو يتم ايقاف الايه الفولس بوزوتف انها هتتبعت بكثرة ده طبعا ديزيرابل الفولس نيجاتيف ده لان ده للأسف حصل بدون اللي موجودة عندك ان فيه اي اتاك بيحصل. اتفقنا ان ده وبناء عليه بيبدأ بيبدأ يصعد المشكلة ديا لتير تو علشان التيم اللي هو الانسدانت هاندلينج اند ريسبونس يوقف الاتاك ده بسرعة جدا. اتفقنا كمان ان ان السايبر سيكيريتي اناليست لازم يكون فورم. تمام? التيم اللي هو بيعمل فاين تيوننج للروز الموجودة على السينسورز لو الفولس بوزوتف اتكررت بصورة كبيرة بحيث ان هو يوقفها. اتفقنا كمان على ان الفولس نيجاتيف دي مشكلة كبيرة جدا ليه? لان الاتاك حصل. طبعا احنا قدرنا عن طريق او عن طريقة جماعة اللي احنا كنا بنقول عليها مؤشرات ان فيه اتاك حصل. عارفنا ان فعلا فيه اتاك حصل. وبالتالي نبدأ بقى نرجع نشوف يا طرح الاتاك ده حصل ازاي? والجهاز مقدرش ان فيه بتحصل ازاي? ونبدأ بقى نتعرف على سبب الاتاك اللي حصل. ده اول ان شاء الله نعملها مع بعض خلال الحلقة النقاشية. هنشوف ازاي من بيكاب وبالتالي يبقى عندي باكت كابتشر فايل موجود على ونشوف ازاي نخرج منها الفايل وانتست كمان الفايل ده لو كان هو يعني مالوير الاكتيفتي التانية هنشوف ازاي اه 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 نحلل والدي ان اس اه داتا علشان ايزوليت اه اكتر وبالتالي هنشتغل بالفعل على اه اه اتاك كان بالفعل حصل اللي هو اتاك ونتعرف بالفعل الاتاكر قدر يعرف ايه من اللي عمله اه ده اول جزء تاني جزء اه 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 نوع تاني من الاتاك الاتاكر ادل عن طريق يخرج فايلز من الناتورك بدون برضو محد يعرف ان فيه فايلز اه 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 خرجت هنتعرف برضو فيه الاكتيفتي ده على ايه هي الفايلز اللي خرجت ايه هي الملفات اللي خرجت وايه ايه هو ترى كان محتواها بالزبط وده ان شاء الله هيتعامل على الايه بإذن الله خلال الحلقة النقاشية كده انا خلصت المحاضرة اه شاكر اه لحضراتكم حسن استماعكم ان شاء الله على لقاء في الحلقة النقاشية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته